السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لدرس الإيمان والعلم إذن ما هي علاقة الإيمان بالعلم؟ ما هي أهمية العلم في الإسلام؟ كيف دع الإسلام إلى العلم؟ كيف يمكن أن نرسخ إيماننا ونقويه بطلب العلم والإقبال عليه؟ إذن بداية سنتطرق للمحور الأول دعوة الإسلام إلى طلب العلم أو الإسلام يدعو إلى العلم إذن الكلمة المفتاح لدينا هنا هي كلمة العلم إذن ما معنى العلم أو ما هو مفهوم العلم في اللغة؟ إذن علم الشيء علم الشيء أي عرفه وأدرك كنهه وحقيقته والعلم كما نعلم هو ضد الجهل العلم نور والجهل عار إذن العلم لغة هو إدراك كنه الشيء ولب الشيء وحقيقته وهو ضد الجهل أما في الإصطلاح ما معنى العلم في الإصطلاح؟ إذن العلم فهو مجموعة من المعارف والمكتسبات والعلوم التي نمتلكها بفضل إقبالنا على طلب العلم وعندنا هنا التعريف في الإصطلاح إذن هو مجموع المعارف المكتسبة بطلب العلم حتى يصل طالبه إلى الإحاطة بأصول وفروع المجال العلمي الذي تخصص فيه والعلوم أنواع علوم شرعية علوم دينية علوم دنيوية مثلا علوم القرآن علوم الحديث أيضا العلوم الدنيوية علم الطب الرياضيات الفيزياء الكمياء إلى غير ذلك من العلوم إذن قلنا على أن الإسلام يدعو إلى طلب العلم وأول آية أو أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي تحث على القراءة والتعلم والكتابة إلى غير ذلك وهي في صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن قلنا على أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تحث على القراءة والكتابة وتشجع عليها وتدعو إليها إلى غير ذلك والقراءة والكتابة فهم من أوائل أدوات التعلم إذن قبل أن نقبل على طلب علم معين لابد أن نكون عارفين بالقراءة متمكنين من الكتابة إلى غير ذلك قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صورة العلق كما أن الله تعالى رفع أهل العلم درجات عالية في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إنما يخشى الله تعالى من عباده العلماء والله تعالى يرفع من قيمة وأهمية أهل العلم وطالبي العلم ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على بعض أسرى بدر تعليم أطفال المسلمين مبادئ القراءة والكتابة مقابل إطلاق صراحهم إذن الأسرى الذين وقعوا في يدي المسلمين في غزوة بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أن يعلموا أطفال المسلمين القراءة والكتابة وبعد ذلك سيطلق صراحهم إن قاموا بذلك ومعلوم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حارص كل الحرص على تعليم أصحابه رضي الله عنهم وبعث علماءهم إلى القبائل لتعليم أهاليها إذن النبي صلى الله عليه وسلم معلم أصحابه وبعث بالعلماء إلى القبائل المجاورة لكي يعلموا أهاليها وسكانها بل إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها أو عفوا في حياته كلها أو عفوا في حياته كلها هي تعليم الناس ونشر العلم قال صلى الله عليه وسلم وإنما بعث معلما رواه ابن ماجة إذن هنا تتجسد أو تتجللنا أهمية العلم في الإسلام ودعوة الإسلام إلى العلم وطلبه والإقبال عليه سنتعرف في المحور الموالي على العلم يرسخ الإيمان ويقويه ولا تعارض بينهما إذن الله تعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل والإيمان فهو يتماشى وينسجم مع العلم وليس هناك تعارض وتنافر بين الإيمان والعلم ونقصد هنا بالطبع العلم النافع العلم الذي يفيد البشرية وليس من يخربها ويدمرها ويقضي عليها إذن العلم النافع يزيد أصحابه معرفة صادقة بربهم فيزدادون إيمانا ورسوخا وخشية لربهم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر الآية الثامنة والعشرين إذن العلماء هم أكثر خشية لله تعالى وما جعلهم كذلك هو تمكنهم من العلم وهذا العلم يزيدهم إيمانا بربهم ومعرفة بخالقهم وتعلقا بدينهم لذلك وجب على كل إنسان تعاهد العلم والحرص على طلبه حتى يزداد قربا من ربه وخشية منه وتواضعا له وإحسانا إلى خلقه لأن العلم النافع يدعو صاحبه إلى الإيمان والعمل الصالح واليقين الصادق قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد سورة آل عمران الآية الثامنة عشر من كل هذا نستنتج أنه لا إيمان بغير عمل صالح ولا عملا صالحا بغير علم نافع إذن الإيمان فهو يكتمل بالعمل الصالح والعمل الصالح يحتاج إلى علم نافع فالعلم النافع يقوّل إيمان ويرسخه وأحيانا ينتجه ويهدي إليه قال سفيان رضي الله عنه حين سأله رجل فقال يا أبا محمد العلم أفضل أو العمل؟ قال العلم أما تسمع قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد الآية التاسعة عشر فبدأ بالعلم قبل العمل فالعلم والإيمان قرينان مترابطان منسجما إذن ليس هناك تعارض ولا تنافر بينهما بل بينهما علاقة متينة وطيدة منسجما مترابطة يهدي أحدهما إلى الآخر إذن العلم يهدي إلى الإيمان والإيمان يتقوى بالعلم ولا تعارض بينهما قطق قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقال أيضا والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا المحور الموالي كيف أرسخ إيماني وأقويه بطلب العلم إذن كجواب عن هذا السؤال يمكن أن أقول يمكن أن أرسخ إيماني وأقويه بطلب العلم بأن أعلم أن طلب العلم أوجب الواجبات في الإسلام إذن أولا يجب أن نعرف أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجب على كل مسلم أو فريضة على كل مسلم ومسلم وأيضا بأن أحرص على طلب العلم النافع إذن نطلب علما نافعا ينفعنا في ديننا ودنيانا وليس علما يدمر البشرية ويقضي عليها ويخربها وكذلك الصبر على كل شدة من أجله إذن ينبغي أن نصبر من أجل طلب العلم ونتكبد المشاق ونصبر على المعاناة ونبدل مجهودا أكبر من أجل طلب العلم وبدل الأوقات والمهج في سبيله وأقتدي بموسى رضي الله عنه الذي قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صورة الكهف الآية الستون ما أراد بذلك إلا لقاء الخضر رضي الله عنه ليزداد منه علما مع تودده إليه بالصبر والطاعة قائلا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إذن موسى فهو وعده بأن يصبر وأن لا يعصي أمره من أجل أن يعلمه علما نافعا ثم أيضا بأن أزاوج بين طلب علوم الدين وعلوم الدنيا إذن نقرأ أو نتعلم علوم الدين علوم القرآن علوم الفقه علوم الحديث علوم التفسير وكذلك علوم الدنيا مثل علم الطب علم الرياضيات علم الفلك علم الفيزياء والكمياء إلى غير ذلك من العلوم لأن الأولى تفقهني في ديني إذن علوم الدين تفقهنا وتعرفنا بالدين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والثانية أي علوم الدنيا تعينني على عمارة دنياي وإصلاحها قال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إذن علوم الدنيا فهي تعيننا على عمارة الأرض وإصلاحها والعمل على ازدهارها وتيسيرها وجعلها في خدمة الناس أيضا بأن أحسن بالعلم خلقي إذن طلب العلم فهو يمكن أن يساهم في تحسين خلقنا وتربيتنا وتوعيتنا أولا بأن نتميز بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة إلى غير ذلك وأنمي به قدراتي الذهنية وأزداد به قربا من خالقي وأرسخ به معتقدي لأزداد إيمانا مع إيماني قال جل شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس